نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقا نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقا هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجام تدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لاست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيلتنا حرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر